السلام عليكم تلتفت حولك فتجد نفسك مطارداً من مجموعة أشخاص لا تعرفهم وبدون سبب محدد تحاول الهرب منهم ولكن حركتك بطيئة للغاية وفي اللحظة التي يمسكك فيها أحدهم ستفتح عينيك لتكتشف أنه كابوس آخر من تلك الكوابيس التي أرقت حياتك ولكن هل تسألت من قبل ما هي أسباب هذه الكوابيس لما تستهدفك أنت خصوصاً وكيف يمكنك التخلص منها هذا ما سوف أكشفه لك في هذا الفيديو بإذن الله أولاً دعونا نتعرف على أسباب الكوابيس قد يكون السبب الأول هو ضغوط نفسية يحاول الدماغ من خلال الأحلام أن يعالج ضغوط الحياة المختلفة وأن يجد حلولاً لبعض المشاكل ولكن يبدو أن هذا الأمر يعطي مفعوناً عكسياً في بعض الأحيان ويسبب أحلاماً غير مرؤوبة كما أن التوتر بشكل عام يؤثر على جودة نومك ويزيد خطر الإصابة بالكوابيس سبب آخر يمكن أن يؤدي إلى الكوابيس وهو اضطرابات النوم قد يؤدي السهر لساعات طويلة وعدم الحصول على القدر الكافي من النوم وتفاوت أوقات وساعات النوم بين يوم وآخر إلى رؤية الكوابيس بسبب حدوث اضطراب في تنظيم مراحل النوم وخلل في إيقاع الساعة البيولوجية سبب آخر هو الحوادث الصادمة سواء كان هذا الحادث شخصياً كفراق شخص تحبه أو التعرض لاعتداء أو سرقة أو خسارة وظيفة أو كان هذا الحادث عاماً مثل الكوارث والحروب بما فيها جائحة كورونا التي ساهمت في زيادة معدل الكوابيس لدى عدد كبير من الأشخاص مؤخراً السبب الرابع للكوابيس هو الأدوية تتضمن التأثيرات الجانبية لبعض الأدوية الأحلام المزعجة المتكررة ويأتي على رأسها حاصرات بيتا ومضادات الاكتئاب وبعض المضادات الحيوية وقد أظهرت بعض الدراسات أيضاً تورط الأدوية المنومة والمهدئة في ذلك والآن ما هي أهم النصائح للتخلص من الكوابيس النصيحة الأولى نظم روتين نومك احرص على النوم والاستيقاظ في مواعيد محددة كل يوم وتجنب الصهر لأوقات طويلة وتصفح الهاتف قبل النوم لأن الضوء الأزرق الذي يصدر عن شاشات الهواتف الذكية يثبت الإفراز الطبيعي للميلاتونين ويسبب الأرق وقد يساعدك أخذ حمام دافئ في المساء وتناول كوب من شراب النعناع يساعدانك على النوم بشكل أفضل النصيحة الثانية للتخلص من الكوابيس تجنب العشاء المتأخر مهما بدت تلك الوجبات الدسمة والمحلات شهية في المساء فلا تجرب الاقتراب منها إذا كنت تعاني من الكوابيس لأن تناول الطعام قبل النوم مباشرة يؤدي إلى زيادة الاستقلاب في الجسم وزيادة توليد الحرارة ويؤثر سلبا على النشاط الدماغي الطبيعي أثناء النوم لذا حاول أن تكتفي بوجبات خفيفة في المساء نصيحة أخرى ابتعد عن المنبهات والمشروبات الغازية في الليل تحتوي المشروبات الغازية والمنبهات على نسبة عالية جدا من الكافيين قد تسبب لك الأرق وتبنعك من النوم في الوقت المحدد كما تسبب ارتفاع الأدرينالين الذي يؤدي إلى الاستثارة وهو الأمر الذي لا يحبذه دماغك قبل النوم نصيحة أخرى شاهد عروضا ترفيهية قبل نومك هل تظن أنه بإمكانك أن تشاهد فيلم الرعب The Conjuring 2 قبل النوم؟ ثم تمر الليلة بسلام؟ ربما ولكن في معظم الأوقات سيقوم دماغك باسترجاع بعض لقطات الفيلم أو شخصياته ودمجها مع ذكريات أخرى ومخاوف سابقة لصنع كابوس سينمائي أكثر رعبا من الفيلم نفسه لذا يستحسن بك أن تشاهد هذا النوع من الأفلام في الصباح وتستمتع ببعض العروض الكوميدية والترفيهية قبل النوم لتساعدك على النوم باسترخاء نصيحة أخرى لتجنب الكوابيس واجه مخاوفك هل سمعت من قبل عن تجربة الدب الأبيض التي طلبت فيها مجموعة من العلماء من بعض المشاركين ألا يفكروا في أي دب أبيض لمدة خمس دقائق ثم كانت النتيجة أن معظم أذكار الممتحنين في هذه الدقائق كانت عن دب أبيض هذا ما يحدث بالضبط عندما تحاول الهرب من مخاوف معينة وتتجنب التذكير بها حيث يقوم دماغك بتوليد مزيد من الأذكار عنها لذا من الأفضل أن تواجه مخاوفك في الحياة الواقعية وتتغلب عليها كي لا تسمح لدماغك بأن يذكرك بها في أحلامك مرة أخرى والآن هذه نصيحة اصنع من كابوسك قصة وغير نهايتها إذا كانت مشاهد الحلم واقعية جدا بالنسبة لك وتتذكرها بدقة فيمكنك كتابتها وصياغتها كقصة مرعبة ولكن على عكس الحلم أنت الآن تستطيع التحكم في مصاري الأحداث وتغيير النهاية لذا اختر الخاتمة التي تحبها وذكر نفسك بها في كل مرة تراودك فيها أفكار عن هذا الحلم وكرر هذا بانقضام وستلاحظ الفرق في نوعية أحلامك نصيحة أخرى فرق بين الواقع والأحلام من أكثر المشاكل التي ترافق الكوابيس هي خوف الشخص من تحقق هذا الكابوس على أرض الواقع فينتابه القلق والذعر ويصاب بالتشتت أثناء آداء مهامه اليومية وربما يظل مترقبا لأي حدث يشبه ما شاهده في الحلم ولكن يجب أن تقنع نفسك أن جميع أحداث هذا الكابوس وشخصياته هي من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلاة وليست سوى اجتهاد شخصي من دماغك المبدع نصيحة أخرى احصل على إضاءة ليلية مناسبة إذا كان الظلام الدامس ليلا هو أحد محرضات كوابيسك فيمكنك الحصول على بعض الإضاءة الليلية الخافتة دون مبالغة في ذلك لأن المستويات العالية من الإضاءة ستمنعك من النوم كما يمكنك الحصول على شريك في الغرفة إذا كان النوم وحيداً مزعجاً بالنسبة لك في بعض الفترات التي تتكرر فيها الكوابيس نصيحة أخرى الاستماع لشيء تحبه قبل النوم إذا رغبت في الاستماع لشيء ما للتغلب على الصمت المخيف ليلاً فيجب أن يكون ذائقاع هادئ ليساعدك على الاسترخاء ويفضل أن تبقى مستويات الصوت منخفضة كي لا تزعجك أثناء النوم أخيراً راجع الطبيب إذا كنت تتناول نوعاً محدداً من الأدوية بشكل مستمر فقد يتوجب عليك استشارة طبيبك لتعرف ما مدى الارتباط بين هذا الدواء وكوابيسك الطبيب سيخوم بوصف أدوية جديدة أو ربما تخفيف الجرعات إذا أمكن ذلك كما يلعب العلاج النفسي دوراً فعالاً في التغلب على الحالات المتكررة وغير المحتملة من الكوابيس